ايه ام القيح بقى انت بص يا سيدي زمان لما كان ييجي دمي ولا حاجة فتتعرض لعملية عصر مؤلمة وانت طفل مش مدرك ليه القلم ده كله يقولك عشان نطلع ام القيح لان دي لو نظفنا وقفلنا عليها ترجع تكون الصديد تاني هي دي سبب الصديد فام القيح دايما تدور عليها في الازمات لازم تتخلص من الاسباب ام القيح هي سبب الصديد ام القيح في الرياضة هي سبب المشاكل وهي مش بالضروري عشان الناس ما تستخدمهاش استخدام خاطئ ليست شخصا ام القيح قد تكون مجموعة من الاسباب اه في الاخر اسبابها اشخاص لكن هي في مجموعة من الاسباب يعني انت لما تيجي هو انت عايز تعمل مصالح عايز الاشتباك تفضه بين النادي الاهلي وبين نادي الزمالك والاحتقان يضيع طيب هل بالمؤتمرات ولا بيعادة الحقوق لاصحابها طبعا يعني في نتطرف في الطار في السعيد تنتهي الامور لما حد الغلطان يعترف بخطأ ويشيل كفنو ويروح وانا خلاص الكبرياء بتاعة المظلوم او الكبرياء بتاع المتجاوز فحقه المعتاد عليه استردها وهو صاحب القرار يسامح ولا ما يسامحش لكن المنطق والمنطقي واجارة العادة انه بيسامح استردى كبرياء عندما يحدث تمادي في سب وقذف واهانة وتقوّن وتشويه وتليح كلام بالصوت والصورة والكلمة عن نادي الاهلي وبعدين ينتهي الامر يقولك نعمل مؤتمر وبوصه بعض وتسلمه على بعض ازاي مفيش تراشق انت هتحكيني تجربتك النهاردة لما رحت في المجلس الاعلى للإعلام لكن انا الاول عايز بس اقولك انك انت اذا اي مشكلة في الوسط الرياض ما عليش استاذ ابراهيم يعني عن استطرد لأهمية الموضوع لانه حينتهي ان احنا حنفهم الناس وانطمنا احنا من جانبنا ملتازمين تماما بازالة اسباب بدون مؤتمرات لاننا صادقين واجادين ونويين نعمل كده لان بلدنا تستحق مننا كده لان ده المنتظر من نادي الاهلي الذي هو جزء من الدولة الذي يتصق مع اهداف الدولة وهو بالتالي نادي دولة بالمناسبة رئيس نادي زمالة الداخل يقول كلمته في هذا المؤتمر فقال لك انا رجل دولة وصف نفسه بهذا هذا حقه عايز يقول ان انا مسؤول وان انا ماشي مع سياسة الدولة طب استخدم الاكسبريشن اللي هم معترضين عليه ان ده نادي الدولة لان هو نادي نادي الدولة النادي المسؤول عن المجتمع عن اهداف الدولة الذي لا يسبب مشاكل يحرق بيها هذه الدولة بالعكس هو متصق مع هدافها وبيتصرف من هذا المنظور ويشرف الدولة اللي عايز بقى يلوع في الكلام الفارغ بقى ان نادي الدولة ونادي السلطة كبير جدا واحنا قبل كده قلنا نادي السلطة وشرحنا مين هو نادي السلطة لكن انا اللي عايز اقوله طب انت عامل مؤتمر يبدأ المؤتمر بالهجوم عن نادي الاهلي اين ازالة الاسباب فين الاسباب انت مروحتش ليه الاسباب انت مكنتش محتاج وليه تمال ليه هو يقولك هو انت لما تبتدي في اي موضوع تبتدي بنفس المدخلات ليه انت توقع نتائج مختلفة ليه كل موضوع عامدنا عايز اعمله لما وقعده وتتكلم فيه وتتصور ان مجرد حضور الاطراف وتبتدي تلوم المعتاد عليه المتجاوز في حقه اللي نقى بنفسه على ان يحرج وضعه ان يروح يحتر مثل هذه الجلسات الذي لا طائل من ورائها غير ان يسمع مزيد من التجاوزات في يبتدي يبتدي يتلاب الله والمدهش ان دي حاجة ويتم الحج لها بقمم المسئولية عن الرياضة ليس هكذا تورد القبل يا أستاذ براهين صحيح انت عايز تعالج الموضوع ده اي موضوع فيه اربع خمس كينات بتتعامل معه المتطرفين ودول تقريبا تعمل مؤتمر تكلمهم ما تكلمهمش هم مزاجهم ودنيتهم وحياتهم في التفسيرات اللي تريح بس والتفسيرات اللي تريح مش بتدرد تكون الحقيقة بالعكس غالبا ما بتكونش الحقيقة كيان تاني شاري دماغه ماهموش الموضوع برضو ما تعملش حساب شاري دماغه مالوش دعا بالموضوع كيان تالت مستني حد يكلموا بموضوعية عشان يديروا قناعاته يبتدي يسمعوا ودول اللي يهمونا حازين نتكلم مع الناس كلها بصرف انتماءهم وانا بقولك اسمعونا في كلام اللي هنقوله في هذا الصدد يا ساذ ابراهيم اسمعونا من فضلكم اهلوية زمال كوي اسمع الهلوية كل الاندية الشعبية انت عايز تنهي احتقان والله يبدأ لازم برد المظالم ما تتقوالش عليا وتشتمني وتهاجمني من غير ما تعتذرلي وتقول انا ما كنتش اقصد او تأكد ان الكلام اللي انا قلته غير حقيقي ده كلام يحدث هذا بالعكس برضو كريم نفسهم ايه ايه تعالي ده الكلام ما عملش حاجة غير مزود الاحتقان لماذا دائما الحجد اه السوري لعلاج مشاكلنا عايزين نعلاجها نبدأ واحنا عملنا مبادرة هنا ساذ إبراهيم مبادرة بسيطة ما تكلفش حد حاجة حتى اللي مش عايز اعتذر مش هنطالبه بالاعتذار دلوقتي احنا كبرنامج احنا برنامج اه اه قلنا ايه ما يخصون احنا كبرنامج اه ما نجيبش سيرة بعض ما تقول اعلام هو سبب المشكلة اتناول هذه الامور زي في كذا فريا هنناقشها النهاردة بتتناقش غير الحقيقة للإثاءة للنادي الاهلي فما تسقليش بانتظام وبعدين اه كمان جزء بقى من ضمن المصالحة لإزالة الاحتقان ما علاقة إزالة احتقان بين اهلي وزمالك بين اللجنة الاولمبية تعتمد الجامعية العمومية بتاعة نادي انا مالي انا كنادي قال انا مالي هو انا اقعد معاك كمان اتشرط على الدولة انها ده مسال قانونية ولائحية شوفي باشموندس هو الخلاصة اي مجتمع جدي انا بس عايز اوصل الكلمة دي انا وحديك بفرصة لانت كمل لاني عايز اسمع رأيك بسرعة عايز اسمع رأيك انا اللي عايز اقوله ايه احنا مش ضد هذا التوجه احنا بندعمه بنمد ادنا وعايزين نساعد فيه لكن ضد الاليات اللي من الجألة متصورين وده العلاج العلاج اقضي على الاسباب ما نجيبش سيرة بعض ما نشتمش بعض ما نهنش بعض واللي تجاوز بساطة شديدة جدا يا جماعة خلاص عف الله عن انا اسف وعف الله عن مسألة بشرط الله تتكرر يعني هو يقولك ربنا بيقبل التوبة اولا الله سبحانه وتعالى احنا فين كبشر لكن بالشرط انه تكون ايه توبة نصوحة مش تيجي التوب النهاردة ها وبكرا الصبح تعاود مش هتقبل توبتك زي اللي بيبطل السجال ويرمل العلبة مش باك وينزل يشتري واحدة تانية انت مش جاد فين ارادة انك تبطل السجال انت عايز نساعد لو فيه ارادة حققية ولا مؤتمرات ولا حاجة تعالى كل واحد يمتنع عن الاذى ما يزيش غيره ما تطلبش مني انا انك بتشوي تاريخي وعايز تسلبني تاريخي وتشوي القابي مرة بنادي بالتحكيم ومرة عشان انا نادي السلطة ومرة تلت علشان نادي القرن ما انا لازم حارض مش حسيبك تشوي تاريخي ومش ههجمك ومش ههجمك انت حر عايز تفخر بنفسك افخر بنفسك هذا دورك عايز تزهو بنفسك لما تيجي انت تقول للاهل فوق الجميع دي اخي جميع نحن لما تيجي تقول الاهل الزعيم زعيم افريقي انا عايز اقول الاهل زعيم افريقي الاهل الزعيم وهو مش عظيم عشان بيكسب بيكسب عشان عظيم الأهل الزعيم مش عظيم عشان بيكسب بيكسب عشان عظيم أسباب تخصيني أنا عايز أشوف نفسك كده لما أنت تيجي تقول يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندس أنت مدرسة كورة من حقك تشوف نفسك كده لما يجي الإسماعيل يقول أنا برازيل المصر من حقك لا تزعلني ولا تضيقني ولا مفروض تضيقك إن أنا ما أقول أنا نادي متصق أهدافي مع الدولة أنا نادي الدولة زي ما توقفت وقلت أنا رجل دولة رجل دولة يعني هي رجل مسئولية يقدر المسئولية إحنا عايزين نزيل أم الإح من الوسط الرياضي اللي هي الأسباب التي تؤدي إلى الفتن اللي هي التجاوز الإفتراء الإهانات السباب المستمر إن إحنا نتكلم على بعض إيه بلاش كلام على بعض خلصت ولا ما خلصتش